السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان خلينا نشوف اليوم فيديو جديد من فيديوهات القناة وشكرا لمتابعتكم ودعمكم المباراة لعبة عام 2011 بألمانيا ضمن منافسات بطولة أوروبا للفرق بين ماسترو فاسلس وهو جراند ماستر يوناني تقييمه تقريبا 2600 ونايجل شورت هو طبعا لاعب معروف لاعب إنجليزي سوبر جراند ماستر وكان من المنافسين على بطولة العالم وأكتر من مرة كان طرتيبه يوصل للمركز الثالث على العالم عام 1993 كان منافس كاسباروف على بطولة العالم فهو لاعب كبير كتير هذا هو خلينا نشوف شو اللي صار بالجيم بلش الجيم ب E4 من اللاعب اليوناني ودفاع كاروكان C6 اللاعب بيختار نايت C3 D4 نايت F3 وهذا دفاع الفرسين أو هجوم الفرسين ضد دفاع كاروكان راح نحلل الجيم بسرعة شوي بس لنشوف الغلط بالنهاي والكيش مات فبيكفي بيشوب G4 H3 بيشوب تيكس كوين تيكس E6 D3 نايت على ال D7 البشوب على ال D2 البشوب على ال C5 تبيض طويل نايت على ال E7 والآن نقلة قوية من اللاعب الأبياض H4 الهدف من ال H4 هو البدء بهجوم البيادق مبكرا على جناح الملك وحتى قبل من اللاعب الأسود ما يبيت وهيك عم يحذروا انه التبييت ممنوع راح يبلش بهجوم البيادق فرح يحط اللاعب الأسود تحت مشكلة لانه اذا راح يبيت راح يكون اللاعب الأبياض عنده هجوم مبكر جدا ابكر من هجوم بيادق الأسود على جناح الوزير ولكن اللاعب الأسود هون بيبلش هجومه على جناح الوزير وهون بتابع بالضغط بالBDH على جناح الملك B4 نايت على ال E والآن اللاعب نايل شورت بيقرر المخاطرة وباتخذ قرار خطير جدا بالتبييت بالظل هالأوضاع هاي فرح نشوف تبعات قراره الآن الكون على الجي ثري دي تيكس اي دي تيكس اي الملك بيروح من هذا العمود الخطير والآن الـ H 6 طبعا لحتى يفتح الوضع بجناح الملك الجي 6 طبعا جي 6 إجبارية لأنه الأخذ هون راح يكون كارسي فهون إذا أخذ بالبيضاء راح ياخد الفيل ومهدد الروخ وهذا الروخ راح يخسر الفرق الروخ راح تروح لأنه إذا جرب يلعب الروخ على الجي 8 شو راح يلعب اللاعب الأبيض راح يلعب نقلة قوية جدا هي الروخ ضرب النايت على الدي 3 طبعا طبعا في حال أخذ الروخ راح يكون فيه عنك مات من ال E5 فلذلك ما راح ياخد الروخ هون راح ياخد الوزير هون بياخد الوزير بياخد الوزير وهلأ بياخد الروخ وهيك مثل ما شايفين اللاعب الأبيض ربح قطعه كاملة فمشان هيك التقديم هون إجباري هلأ بيطابع الأبيض البيشوب على F4 الكوين على E8 طبعا الكوين على E8 لحتى يساعد بالدفاع عن وضع الملك بعد تقديم البيدق ويروح بالكوين على F7 الآن البيشوب على D6 F6 نايت على D4 الكوين على F7 وبناء اللاعب الأسواد هجوم جيد عفوا دفاع جيد واللاعب الأبيض هو اللي باني هجوم جيد فالآن الكوين البشوب على C4 البشوب بياخد النايت طبعا هون الضغط تصار شديد على هذا البيدق وخصوصا إنه مربوط فهون صار في عنا تكسير الفيل إجباري بالإحصان روك بياخد C5 روك على D2 نايت على F6 الكوين على B3 طبعا نشوف هذا الفيل خياراته محدودة إذا إجا لهون في جندي وإذا إجا لهون ممكن يصير في تقديم فلذلك وحتى إذا تراجع رح يكون موقف سيء ما له شغل هون على هاي الأوتار فلذلك اللعب الأبيض قرر أنه يقبل تكسير هال الفيل مع أنه إطعة هجومية كان فالح الوزير بياخد نايت الآن الروك على C8 هلأ الفيل بياخد هاد البيض النايت على G7 والآن الروك الثاني على D1 وهون بيعمل ضغط كبير على هاد العامود فاللاعب الأسود بوضع سيء جدا فبيخلي يرتكب بغلاط رغم أنه سوبر جران ماستر رغم أنه تقييمه 2700 تقريبا فبيرتكب هاد الغلاط طبعا إذا ما ارتكب هاد الغلاط غالبا الوزير هون رح ياخد هاد البيضاء ويكسب بيضاء تاني ويصير وضع الأسود سيء جدا فهون بعد هاد الغلاط شو نقلة الأبيض لعب الأبيض لعب نقلة عبقرية النقلة هي البشوب على الف ايت طبعا مهدد بكش هون رح ياخد الوزير فهون اللعب الأسود نايل شور تعبر عن استسلامه بالنقلة كوين تاكس كوين وسمح لها الأبيض أنه يعطي كشمات جميلة جدا كشمات غريبة بالفيل والملك بالزاوية مثل ما شايفين فكانت قشمات جميلة جدا طيب ليش استسلم اللاعب الأبيض طبعا عنده هذا التهديد عفوان عنده هذا التهديد وما ممكن إلا أنه يروح الوزير للدفاع الأفضل هون أنه ياخد هذا البيداء وبالتالي اللاعب الأبيض رح يكسر الوزراء بعد تكسير الوزراء رح ياخد الحصان وهيك رح يصير فيه عنده مكسب كامل وتهديد بكشمات من الصف الأخير فالأفضل أنه يجي بالملك فهون رح يكش تكسير الرخين والملك رح يروح على الـ F7 وهون الروك على الـ H8 طبعا هاد البيداء راح ما ممكن الدفاع عنه فرح تروح الألعى مثلا على D هلأ هيك رح يصير فيه عنده تكسير شايفين نهاية فيه يبيداء وفيه لزيادة رح يكون مكسب سهل جدا للاعب الأبيض هذا كان الدور أنا بس لفت نظري هاي المات الجميلة متل ما شايفين فكان الدور بستحق المشاهدة خصوصا انه بين لاعبين كبار كتير فان شاء الله يعجبكم شكرا للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك لهذا الفيديو نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة